تحية وسلاما تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم محصول إليكم واحترامة أساد الأفكارات أهلاً سهلاً محبيكم حياكم الله كيف أخباركم طيبين؟ لو الصوت عندكم مواصل واضح ياريت الناس تورينا لو الصوت واضح هتي بأول تعليق كالعادة لو لي ما يسبغنا زول في التعليغات كيف أحوالكم إن شاء الله كويسين طيب أبو وعد أول تعليق مرحب أهلاً وسهلاً محمد الحاج والطيب محمد الحسن وأحمد جنقول والسلام الفادني أخليك التحية والتقدير مرحب ود أبو ذرة محمد قسوم ومحمد عمر حسن أحمد وآدم شريف مرحب عبدالباقي أهلاً سالي أهلاً بأبكر وأسعد غالب غالب مرحبا عبدالباقي الكيلو أهلاً وسهلاً بعض الغياب لك التحية أحمد المكاشفي كنت قالني أنا زادي ما بشجع الإيطاليين ولا شنو كيف أحوالكم إن شاء الله بخير طيب الصوت لو واضح يا ريت ورؤنا في التعليغات اكتبوا لنا واضح لو الصوت عندكم واضح يا جماعة لو الصوت واضح أبو البرعي بيقول واضح أهلاً محمد وثمان مرحب محمد الحاج كويس مرحب بكم كلكم الصوت واضح يا جماعة أهلاً بشير الصوت واضح تماماً مرحب خضير آدم بيقول واضح حاتم الصديق بيقول واضح محمد جاسب بيقول واضح تسلم محمد بشير أهلاً حسن مصطفى عائد موسى مرحبا غالب بيقول واضح محمد شايب بيقول واضح شباب طيب إذا واضح عشان نخش في الموضوع طوالي هم موضوعين سريعات لايك شير معانا لايك شير يا جماعة أي يزول بيشاهد البثة الآن أي يزول بيهموا اللايف يا ريت عمل معانا لايك أسفل الفيديو تحت وشير أسفل الفيديو أعمل لنا شير لقربين عشرة خمسة عشرين سريع والبس بيكون شغال يعني كويس بسرعة أعملوا معانا مشاركات ولايكات يا جماعة عشان البث ما ينقطع جبال ينقطع مننا حتى التعليق المثبت تحت ياريت الناس تعمل يعني لايك عليه واشان ينظهر في التعليقات طيب لايك شير ويش لايك شير طيب موضوع أولا نرجى بموضوع الأمن الداخلي وجاين على موضوع صلاح جوش موضوع الأمن الداخلي يا سادة ما زال ما زال الإصرار على إنه موضوع الأمن الداخلي اللي هو بدأ ينشأ أو الفكرة بتاعت إنشاؤه ما زالت بتحاول إنها تقلب لجان المقاومة من لجان ثورية وطنية بتقوم بواجبة تعبئة والثبات والتنظيم للصفوف والميادين وبتكون حاضرة في كل المحافظة الغاز وأزمة الجهاز والإيش كلهم تعبانين في الترمبات والتخطيط للمظاهرات وكله خلاص لجان المقاومة تحويل من الكلام ده كله والسحب رصيد الوطني ده عبر إنهم يبقوهم عملاء بتاعين جهاز أمن دي الفكرة الدارين يبقوها لهم ولجان المقاومة مبرئين تماما من الكلام ده ونحن نبرق لجان المقاومة من الأساليب دي كويس ونحذر لجان المقاومة ما تستجيب للأحزاب في الموضوع ده كويس بيودوكم التوجب الموضوع ده القفض منه ده ليه شويه صورتكم جدام الناس في النهاية حيقول لك أنت ما كنت في الجهاز في النهاية حيقول لك أنت ما كنت تابع لجهاز أمن أعمل حسابك ما يغشك بلسان سمح ولا يغشك يطل عليك مئة ولا مئتين ألف ولا خمسين ألف ولا عشرين يقول لك هاك تصدق طوالي وتمشي تخش فيه انت ركز معي وزادكم انتوا ما حتكونوا الأساسين حيدعوكم بعدش يجيبوا ناس آخرين محلكم ركزوا معي كويس الآن الجحاتة بيلعبوا لعبة خطيرة جدا لكن اللي جان المقاومة أيض جاهزة هي ذاتة بمثابة الأفاعي السامة الخطرة كويس على الأحزاب الآن إذا حاولتينها تلاعبا كويس آآ الناس ينتبه للنقطة دي كويس أما الجحاتة ما بيتكلموا واحد زكرني قبل شوية آآ الأخ حبيب قبل شوية بالمثل السوداني اللطيف يعني اللي هو بتاع آآ بيقول لك دبيب في خشمه جرادة ولا بعضي كويس الدبيب وماكل الجرادة في خشمه يعضي لشنو تاني كويس هو مستفيدة لآآ فالجحاتة مستفيدين من الكلام دا وإذا صح إنه حمدوك الآن إذا صح تغارير أو صح التغارير المجلات البتعنى بالشؤون الأفريقية والتقارير المخابراتية والاستخباراتية في أفريقيا عن إنه الآن جهاز الأمن الداخلي دا بتشرف عليه آآ السيدة زوجة آآ حمدوك السيدة مونة اللي هي زوجته آآ بنفوذة في الحزب الشيوعي إذا صح الكلام دا إنها هي الآن مشرفة على الموضوع دا كويس إنه آآ عشان يكون جهاز الأمن أكثر بطشا ودموية دا كلام خطير جدا والآن على الرأي حسن هوري بيحاول يكون هو المشرف الأصل دا رينجولين التجربة الفاشلة بتاعة العراق كويس اللي هي بتاعة حزب البحث الدموي خلاص دا رينجولة للسودان ونفس حزب البحث الدموي اللي في سوريا دا رينجولة ليك للسودان كويس دا كلام خطير التعاين اسمهم ذات بيقول لك أمين سير قطر السودان يا زول بلا سير قطر السودان معك أمين سير قطر السودان السودان اللي هو بيقول لك إنه أصلا الدولة واحدة الدولة العربية واحدة ولكن اتفاقية ساكس بيكو فرقت هؤلاء الناس وبالتالي تعتبر كل دولة هي ولاية نفس فكرة الناس نظام الدولة الإسلامية داعش وغيرهم برضو بيعتبروا بنفسه وحزب التحرير بيعتقدوا بنفس الاعتقادة كويس فبالتالي يا زولي تلان دولة ما مطلخ بتساكن خلاص فبالتالي بعد ما يقول لك الكلام دا البحثي في نياب يقول لك أم عربية واحدة ذات رسالة خالدة يا زول عليك الله يهديك الله يهديك كويس فانتبهوا للقصة دي إذا كان الان في أجهزة عالمية شغالة على إنشاء جهاز الأمن الداخلي وليئا تجيبوا لجان المقاومة ما تجيبوا Nation والحديث كبير جدا علي بالمناسبة الحديث فيه خطر كبير جدا عليك كويس ما تفتكر الحديث دا بسيط الحديث كبير جدا كويس لأنه النازل الان بيحاول يبطش بقوة كويس النازل ما دارين صوت قضى عظيم ما دارين زول يقول كلمة طيب وين الحرية اللي بشرط به الناس إذا كان من الآن بتعملوا كده لقتل الناس لتدمير الناس لهيهانة الناس لغيره كويس فإبقى القصة إذا كان حمدوك بتواطأ وبتآمر على فصل مئات الضباط الآن حمدوك بيحاول إفصل مئات الضباط من الشرطة عشان شنو عشان يقللوا قال النسريات وإنشيوا هين الجهاز أمني داخلي والمئات اللي حيفصلهم ديل ممكن يكون فيهم عشرين كوز البقية ديل حيقولولك ديل ناس النظام السابق ديل ناس النظام السابق ديل ناس النظام السابق حي يشرخوا أضانك ويفرتقوا الطبلة بتاعتك ديل الكلام ده كويس يقولك ديل ناس النظام شباب شير 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 يا جماعة كتروا الشير شباب أي زلمة معنا شير بالله لقالله رجاء أي زلمة معنا شير الشير أسفل الفيديو تحي أعملوا مشاركات لللايب يا جماعة بسرعة في مجموعاتكم الآن عشان الرسالة توصل فالكلام ده لعمري أمر جده خطير كويس هذا أمر جده خطير كويس أشياء من هزر ساي ومن غوش نفسنا ساي الكلام ده وحتى اللافة دي الصورة اللافة بتاعه واحد تقريبا من رؤساء تحرير إحدى الصحف المصرية اللي هو بيتكلم عن خطورة السودان مقبل الآن على أحرط أو السودان مقبل على مشاكل أو السودان اللي يام الجادي فيه مشاكل هو فعلا فيه مجموعات كثيرة شبتتوا في الأحياء المجموعات دي منها بالمناسبة لعلمكم جابوا بعض الناس من جنوب السودان وبعض الناس من حتات تانية خطوهم القصد أن يغذبهم نار بجمع جنوب السودان ده في النهاية هم السودان كانوا خلاص وكانوا حبنا وأخواننا وأصدقانا وأهلنا وكل في إمتاء السودان ده من شماله لشرقه لوسطه لغربه في إمتاء الجنوب ده كان موجود كان في الجلب كان في الحب خلاص لكن السياسات فصلته خلاص يبقى ليه ده أن تشويه صورته تاني خلاص ليش ده ذاته ده سؤال فيبقى الآن الشغل الشغالين والبعثيين هل سيقبل شيء فيه تصريح له فيه منسوب لترك أنه بيتكلم خلاص يا جماعة فيه نقطة مهمة برضو صحيحة اللي هي حتة النظارات كويس هو الناظر بتاع قبيلة التهياتي هو الناظر بتاع قبيلة الهدى الدور كويس الموضوع بتاع أنه الناظر العام أو رئيس النظارات ما صحيح أنا يمكن جبال غلطه في اللايب الفات شكرا لك أحمد ذكرتني بالكلام ده كويس وهناك نظار المجلس الأعلى بتاع نظارات البيجة اللي هو ناس الحباب والبشاريين والحلنجة والجماعة دي كويس يا ابراهيم صدر كويس والجماعة دي جدام اقوة اقوة دقيقة كويس والبشاريين والجماعة دي طيب نواصل فيه نقطة تاني مهمة جدا وبالنواصل بالشركة الآن إذا تقفل الميناء كل البضايع بتاعتك موضوع منتهي كل البضايع بتاعتك يعملوا شير كل البضايع الداخلة على السودان انتهت إذا كان قفلوا فيه انت طيب نواصل والآن تغريبا إنهم زي الميشنين على الخطوة دي والاربع وعشرين ساعة انت نجي راجعين الموضوع بتاعت صلاحكوش كويس الموضوع بتاعت صلاحكوش وإنت من تكون صلاحكوش خلاص الجحات هناك بيقض فيه انت الموضوع بتاعت صلاحكوش اللي هو جابته صحيفة التيار وقال الصلاحكوش قاعد في الخرطوم ليه كم يوم كويس أسألت الكلام ده وقبلها تعددت فعلا مصادر اتكلمت عن وجوده في الخرطوم بل مصادر مؤكدة حتى بتتكلم عن حراسات ذاتها ما كتيرة ليه كويس وأحد النشطة زي الربيع بيذكر معلومة إنه كان بيغلغ له شارع المطار يمكن في اللي يام الفادر كويس ها وجي صالح تحديدا كويس وجي صالح يطلع يتكلم لنا عن صلاحكوش يطلع ينتغيط لنا صلاحكوش هو مقلوب خاف منه أنا دا عرف فمو بخاف من صلاحكوش ليه وملاحظوا بالتلفونات ليه كويس ليه وليه داك مبروت كويس دا يريد اني احنا نعرف الآن وجي صالح هطلعك يتكلم لنا عنه كويس انت قلت الزول دا بتجيبه بالانتربون الزول دا قاعد قال لك في الخرطوم يا زول اتوا يا جماعة طرش انت طرش الزول بيقول لكم مع الاعتزار للطرش يعني الهامة هي في النهاية برضا ابتلاني الله سبحانه وتعالى لكن الكلام في البطر اش نفسه دا اول بيصمم انتوا بتخوش يمنوء دا كلام بداريخ خدير باش شارع أسا الآن أنا ما فتحت الموقع بتاع الانتربون من قلتوا الكلام دا لاسي قاعدة باتيش فيه اكتب في الانتربون في جوجل اكتب النشرات الحمراء كويس اكتب النشرات الحمراء الانتربون لما انتلقى نشر حمراء بيصم صلاحك معناها فعلا صدر امر جبد اليوم بالانتربون لكن لالآن ما في الكلام دا دا كلام كيزب بيقولو دريغو شب الناس فانت لو عندكم الكلام دا خليه الان بنزل في الوقع عن نشرات الحمراء عشان ما تكطبوا للشارع يا ساي قدتوا الكلام دا بتقولو عشان تبردوا بيوالناس لانو عارفين الرياح الغضب العاتية الان بدت تهب من كل الجبهات من الشارع السوداني عليكم الان لانو عارفين انو موجة الغضب وموجة الاستياح وصلت ابعد المستويات بتاعتها والموجة الهادر الان وصل الغمة بتاعتهم انتو لما لجيتو الكلام دا خلاص زي ما كذبتو في موضوع التلفونات في كوبر زي ما كذبتو في موضوع الفلول ما الفلول حاولتو تغشو الناس حاولتو تعملو الكلام دا الشعب السوداني مارك لانو اجي يعاني يقول لك ده الفلول للنظام السابع الله يفعل في الرسائي انكم ده الواحد واحد فيمتا اجي يقول لك ده الفلول للنظام السابع بنفس الطريقة هس لما انت عملتو الزيادات جبتو الخبر بتاع صلاح جوش دا قلتو هو صلاح جوش من الخرطوم دماغة بطو تقولو قال ده انتو جيبوه بالانتربول انتو بتلعبوا لاشنو الان جيبوه لو بالانتربول او لو قاعدين اجبضوه كده حليق لك كده فيمتا ما ياخد قيل كلهم مسوكة عليهم ملفات ما تسمح لك ده ولا واحدين بيقدر يجيب سيرت 12 خشم ولا تسمح لكلام ده فيمتا الان انا بتحدام يجيبوا اسمه يجيبوا سيرته يتكلموا لين عنه اسي انا بتحدام متلهم وتمر صحفي الان ويدي صالح فيمتا اه لا 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 صالح من عدك ما بيقدر لحة ولا لا اله الا الله فيمتا لا لا ما يقدر يا زل ما قدر ده كمان ما قدر ده كمان رجل صديق له جدا يعني ما يقدر كويس اتحدى ولا اني طلع يقول الكلام اتحدى واتحددين ما تسمح يا جمالك والله لك ازيد دي ما تسمح كويس تعال راجع معاك لنقطة تانية كويس هس الان انتو رفعت سعر الكهرباء وسعر الموية انا سيجبتا كهرباء قبل شوية كويس ووجالوا متاع البنزين اللي عملت ب1440 دي كويس ودارين تزيدوا الزيادات هي زاتة اه بعد يومين ثلاثة خمسة حيقوموا يرفعوا لك السعر لاثنين الف انت لانه تم توقيعة على انه هس كده انت الناس هيا صغيرة كده يمتعوا لك 1440 يعودوا جسمك على الزيادة تاني من جديد وعقلك الباطن بعد شوية شك تاني يزيدوا اثنين الف تفتح خشمك يا جماعة ده يقولك عشان بتاع البرادو يا السلام بتاع البرادو مش كده اشكية رفعت لي طيب انت ما بتاع البرادو ده ما تفرض عليه ضريبة معينة بسيطة عشان ما انت قلت مستفيد هو من المدعوم خلاص قلت من الوغود المدعوم هو مستفيد خلاص يا اخي خليه استفيد واحمل عليه ضريبة السيارة بتاع البرادو دي انت بتقول شو طيب تمام احا العيش زايدين الن osob بس المقابس بلوح بالزيادة بتاع الاعيش احه مالكم زايدين ن كده زايدين ن ما البرادو برضو بيجي بينله قاد شاهد معنا الاجش ياخي الله destin مشكلة كدير هو بتاع البرادو كادين للبرادو بتاع ن�يش لا اله الا الله كويس طيب تمام الكهرباء زايدين 아닙ه عشان بتاع البرادو ها انت سلام ياه يا اخي الله بتاع بتاع البرادو ده يا جماعة ها속 ان شاء الله الصوت عندكم واضح ان شاء الله الصوت عندكم واضح الناس تعمل معنا لايك تعمل معنا شير توصل الرسالة كويس؟ العيز زايدين له لانه بتاع البرادو الوقود زايدين له لانه بتاع البرادو الكهرباء زايدين له لانه بتاع البرادو الموية زايدين له لانه بتاع البرادو بشيل معاك مش كده؟ اسعار الموية في الحي زادت يا جماعة في سوقليبيا وصلت ألف جنيه وصلت جوز بتاع الموية ألف جنيه عشان بتاع البرادو مش كدا. عشان بتاع البرادو. صح ولا لا? دقيقة الناس بمبان وضربت الناس. ووازيتهم وحتغلتهم. وحلبتهم ورسيهم. وعزبتهم عشان بتاع البرادو. مش كدا? بتاع البرادو. لا. انا متأكد لا. انا مستأكد. انا ما متأكد تد. انا لا والا يطلق. ده انا data. ده انا كدتا. في متى ده بتاع البرادو. انت ما متأكد. في متى أنا خايف بتاع البرادو ده يكون صراح جوش حقصنا بالله العظيم. وحياد الله انا خايف الموضوع ده تاريكم كله بتاع البرائده ده غزي مصر حاجوش ونحن ما عارفين نكون بيردد لنا في 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 ترميزة ونحن والله هؤلاء الناس كويس ممكن تتوقع منهم ما اي حاج في امتى فيا اخي الموضوع بتاع لنا اذا عندكم جد جد امر ايه اهناي قلتوا الانتربول ده ما قلوه ما بيحترمكم قلتوا لكم سنتين بتكذبوا بتقولوا اصدرتوا ليه امر مالكم قلتوا خاطبتوا هالعديل جبضوعة جيبتوا النشرة جيبوها نزل في الموقع بتاع النشرة الحمراء نحن بعد ده ممكن نصدق كلامكم هنا في الموضوع ده كويس لكن ما بتقدروا تقدموا على خطوة زي دي لانكم حتبقوا ما في اذا اقدمتوا على خطوة زي دي لانكم كلكم كنتوا بتدرسوا تحتوا لانكم كلكم كنتوا ابناءوا دربكم في همتى ولما عدوا سوا ده كلكم عارفين الكلام ده كويس وازي انا بسأل وجدي صالح لما كنا في معتغل مواجف شندي في الثورة ايام الثورة شباب شير لايك شير لايك ده السؤال ده لي واجدي صالح لما كنا في مواجف شندي ليه تم اختيارك انت طلقوك قبل متين شهرين من رقوك بعد اربعة وخمسين يوم كويس وانت زول بعثي وبيتقول خطورتك زايدة وبيتقول وبيتقول طيب مركت قبل اربعة وخمسين يوم انا احمد العبدالله المسيكي انه مركت بعد ستة وتسعين يوم كويس انت مركت بعد اربعة وخمسين يوم كويس هل لما كنت في مواجف شندي وفي اسباتات كتير على الكلام ده هل لما كنت في مواجف شندي ما كان بتقابل صلاح جوش انت في المعتغل لما تجي جمل مسألة تبقى واضحة امشي كيد ليه ببلاغ امشي كيد ليه ببلاغات في امتى لكن انتو قايلين اقبضونا هتشوفوا تتسرب المعلومات الحقيقية اقبضونا عشان تتسرب المعلومات الحقيقية بعد ده في امتى في غيرنا من النشطة الان حيطلع يسرب اليكم على الهوى كويس باللايف خلاص هيجيب ليك مستنداتك كله ولقطاتك وحياتك كله في امتى انتو بتغشوا منه بتكذبوا على منه انت كنت طلعك صلاح جوش بعد اربعة وخمسين يوم من المعتغل انت الاهل لو دار تقبضو الزول ده يتجد خلين شوف اسمه في النشرة الحمراء ما شفنا انت كذاب وانت دار تكسب الجو بعدين ما شفنا مسؤول ذات وطلع على الكلام ده ما شفنا بس خبر كده لا فيه لا ما بحاجة يسي ما هناك عديل يطلع علينا النائب العام مش قال النيابة يطلع علينا النائب العام ما يطلع علينا موظف مجهول لا يطلع النائب العام عشان نسأل سؤال واضح من الكلامنا النائب العام المعمر مجدوع معمر موسى ها معمر موسى والله يا جماعة انا اتفك مع الناس اللي قالوا مارجيني يوم الاحد ديل موكب القضاء اللي هو انه يكون نزيه القضاء وفي نفس الوقت اه يكون اه مستقل استقلالية الغضاء دي مهمة جدا نعمر موسى داك يا هومر مي انتو ما تمنعتو بيه ولا شغالين بيه النائب العام إنت معمر ياهوده هنا ما مرتو تقول دار تقبضوا صلاحكوش؟ هل صلاحكوش قال ليه الخرطوم يتوب تقبضوا مالكم؟ ما تخشو الناس وتكذبوا على الناس وتخضحوا الناس دا كلام فارغ ساي انا احنا قدامنا ثورة ما تشتغلوا بهم انا احنا قدامنا ثورة الان احنا قدامنا شارع الان قدامنا طروس قدامنا رساتك وشوفوا الايام والليالي والساعاتة ياه شوفوا لو ما دورنا انتو قالي حكاية هزار ولا شم بعد ذا نحن الآن بيقاتل بعقلية إننا قاتل عمر البشير الآن نحن نقاتل بعنف ذاته في إمتى نقاتل بأفكارنا نقاتل بحناجرنا بهطافنا نحن سلميين في النهاية وبندعو للسلمية وأنا ضد الناس اللي يدعو للعنف ويدعو للدم ويدعو لغيره أنا واحد من الناس بتمنى أن البلد تمشي بالسلمية كويستمشي بالسلمية رغم المحاولات البائسة بتاعة البعسيين في أنه يعتغلوا الناس ويعذبوا الناس ويشيطنوا الناس ويئزوا الناس ويطوروا ويجيبوا كواديرهم اللي يدربت في العراق عشان تستنطق الناس يا سلام يا أخي في عملية بتاعة إزعاج حقيقي كويس وتعذب الناس وتسوي لكن أنا بنادي بالسلمية ما زلت بقول سلمية وكنا بيقول سلمية من كل الجهات صح؟ لما كنت بتقول نار الله من تحت الرماد الوقت داك بالسلمية الوقت ما وصل مرحب السلمية لذلك نحافظ على سلميتنا أي زول تلقاهو بيطلع في اللايف ولا غير يتعوليه كل اللي الدم يعرفو دا زول ناقص دايري كم من الكلام دا من خلال اللايف في إمتى ما في حقيقة يا جماعة هوي في إمتى البلد دي ما تملؤ علينا شلالة الدم في إمتى راعوا للأرواح دي رب العالمين بيسال على الأرواح دي في إمتى براها الحكاية دا تفرتق ما لقمنا أنت تفرتقوا الناس يا أخي في إمتى نعم للوحدة لا للانفصال نعم للسلمية لا للعنف في إمتى يا ريت قدامنا ثورة ما تتركزوا مع أخبارهم دي ما لم تي بالوقاعة الرسمية وتشوفوا في موقع الانتربول ما تصدقوا أي كلمة زي دي عشان ما يخشوا الناس ساي صاح ولا لا يا جماعة صاح ولا لا عشان ما يجعلوا الناس ألعوبة ساكن مش كده بس دا الكلام جزاكم الله خير وكتروا الشيء